لم يمرسو نحو عام على افتتاح مصفى كربلاء الضخم بكلفة إنشاء بلغت 7 مليارات دولار الذي كان يعول عليه أن يغفر لموازنة العراق 3 مليارات دولار سنويا هي نفقات استيراد الوقود من الخارج إلا أنه خلال هذه الفترة توقف المصفى لأكثر من مرة لأغراض الصيانة فيما لا يزال متوقفا منذ مدة وهو ما تسبب بأزمة جاز واضحة في عدد من المحافظات افتتح رئيس الحكومة محمد السودان للمصفى رغم وجود أكثر من 60 عيبا فنيا فيه فضلا عن شبهات فساد وهدر للمال العام وتواطئ من قبل إدارة المصفى أو شركة نفط الوسط مع الشركة الكورية المنشئة للمصفى مصادر من داخل المصفى أكدت وجود تشققات في الأساسات الخرسانية وأرضيات بعض الوحدات الانتاجية وحصول تخسف في أساسات أحد خزانات النفط الخام بسبب أخطاء تصميمية في حسابات التمدد الحراري للمعدات وشبكات الأنابيب وهي عيوب تصميمية خطيرة تهدد بحدوث حريق يلتهم المصفى بالكامل خاصة وأن منظومة الإطفاء تعاني من فقدان مستمر للمياه بسبب سوء الشبكة وبحسب المصدر نفسه فإن الكثير من المعدات التي تم نصبها في المصفى غير مطابقة للمواصفات الأساسية وهما جعل المصفى يعمل بطاقة قدرها 65% فقط ما تسبب بخسائر مالية تقدر بنحو 500 مليار دينار الشركة الاستشارية الفرنسية سبق وأن أوصت بعدم استلام المشروع لحين تبديل المعدات المعيوبة إلا أن شركة نفط الوسط وإدارة مصفى كربلاء تجاهلت التحذيرات واستلمت المصفى المعيوب وسددت كامل المبلغ للشركة الكورية في محاولة لتسجيل منجز اتضح أنه متخم بالفساد ونظر الافتقار العقد لبنود واضحة بشأن فرض غرامات على الشركة المنفذة فقد هدد اتلاف الشركات الكورية بإيقاف المصفى حتى إشعار آخر لغرض إصلاح العيوب التي سببها هو فضلا عن رفضه تحمل كلفة التأخير ليستمر مسلسل نزيف الأموال العراقية على مشاريع ما بين وهمية ومتلكئة وأخرى منجزة دون مواصفات فنية